بتمويل مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن طرح مشروع إعادة إعمار لعدد من المدارس في قطاع غزة التي دمرها العدوان الإسرائيلي على القطاع توسيع مدارسها في قطاع غزة أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن طرح عطاء لمشروع إعادة الإعمار لعدد من مدارسها حيث سيسمح التمويل الساخي المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 12 مليون دولار بتنفيذ مجموعة من أعمال إعادة الإعمار لعدد من المدارس وخلال تفقدنا للمدارس التي دمرت خلال الحرب الأخيرة على غزة التقينا هذه المجموعة من البرعام الصغيرة تلميذ المدارس المدمرة وروينا لهم الحكاية فكانت إجابتهم العفوية رسالة شكر ومحبة للكويت احنا مندرس في الوكالة هم قصفوها ولسه احنا مندرس وحنظلنا ندرس واهل الكويت حيزبطوها شكرا لأهل الكويت احنا من مدرس الوكالة ومش حنستغنعنا وبرضه حنظلنا ندرس فيها لكن اهل الكويت حيبنونا اياه وحنظلنا ندرس فيها وشكرا لأهل الكويت شفت مدرستنا كصفوها مدرستنا اليهود كصفوها نحن من مدرسة الوكالة مقصوفة المدرسة ونحن لسا نتعلم فيها وأهل الكويت بدون نزبطون لها الجدير بالذكر أن التبرع السخي من الكويت سيساهم في رفع كفاءة عمل هذه المدارس لتوفير تعليم نوعي للطلبة اللاجئين الذين صمموا على البقاء فوق مقاعدهم الدراسية رغم التدمير الكبير الذي لحق بأكثر من سبعين مدرسة في قطاع غزة هذه المدارس حقيقة تخفف الأعباء عن كاهل طلابنا وطالبات المدارس الذين يقضون ساعات طويلة وفترات متضاعفة فبناء هذه المدارس يجعل إمكانية تحصيل هؤلاء الطلاب بشكل أفضل وأيضا يساعد في تخفيف المشاكل التي يعاني منها أيضا القطاع التعليم من حيث قلة عدد المدارس إننا في وكالة الغوث الدولية نقدر ونشكر الشعب الكويتي أولا على تبرع السخي حكومة أيضا وأميرا وقيادة على هذا التبرع السخي للشعب الفلسطيني ولشعب غزة من خلال وكالة الغوث الدولية أي شك من أشكال التمويل والدعم للمدارس والجهود التعليمية والأكاديمية مثمن بما في ذلك مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الذي يلعب دور مهم في هذا المجال ودور مؤثر ونأمل أن تستمر هذه المساعدات لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني الذي تعرض إلى عدوان وحشي وفي إطار هذا المشروع سيتم زيادة عدد الصفوف الدراسية في بعض المدارس بالإضافة إلى تجهيزها بالمختبرات العلمية والحاسوب والمكتبات ومركز للتعليم المساند رغم الدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة في القطاع التعليمي إلى أن عجلة التعليم لازلت مستمرة في قطاع غزة وها هي الكويت تضيف بصمة جديدة في عالم الخير اللا إنساني بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من مدارس تابعة للأنورو سعاد الإمام تلفزيون دولة الكويت غزة فلسطين